المحاضرة الثانية من محاضرات الأكزلا المحاضرة 24 من محاضرات الأبرلم الرابط مع السلسلة كاملة رح تلقوا به على يمين الشاشة ضروري أن تحضرون المحاضرات بشكل تدريجي من بداية الأبرلم إلى الآن والجنرال أنوتومي أيضا ضروري أن تهتمون به ضروري جدا كثير من الطلاب يقولون أنه ما قعد نفهم محاضراتك قاعد تكون بها كمية كبيرة من الإنجليش مقارنة بالمحاضرات السابقة أكيد أنه كلما رح أتقدم بالمحاضرات كلما رح أستخدم الإنجليش أكثر حتى تحل أنت المشكلة لازم تدرج وتتسلسل وياي لازم تتعب على اللغة والطريقة اللطيفة والجميلة بإثراءك من ناحية اللغة هي لما لاحدي يصدمك يصير يستخدم كمية أكبر من الإنجليش حتى أنت تضطر تعتاد فكل اللي قاعد أسوي هو لمصلحتك سواء كان استخدام الكثير بالإنجليش فهو لمصلحتك أنت أرجع للمحاضرات السابقة بلش بشكل صح لما تبلش بشكل صح ولاقيت أنه أكو شي غلط فبهاي الحالة تقدر تلومني أما الآن فبصراحة أبداً من حقك تلومني لأنه أنت من بلش صح بلش صح وبعدها أنه راح تشوف أنه كل الأمور ماشية تمام كلنا بلشنا من البداية وكانت دائماً أنه يعني من تبلش من البداية هو هذا الصح ومن تعمل الصح راح يشوف أن كل شيء ماشي صح كل شيء ينبني صح يبقى صح ينبني غلط ويومنا الأيام راح تكتشف أنه هو بقى غلط تابعوا الفيديو مساء وشباب بناتك اللي يتابعوني مقدمة كانت لأحد ما طويلة ولكن حبيت أنه أشير لي بعض النقاط مثل ما نعرف أنه فيديو اليوم يعتبر طويل أعرف هذا الشيء ولكن تحدثت عن تفاصيل مهمة كان كثير من التفاصيل مهم أنه نعرفها مهم أنه نعرف الأناتومي بهذه التفاصيل وهي المحاضرة مهمة أساساً الأكزيلاري آرتري هو من أكبر الآرتري الموجودة بالأبرلم هو أكبر آرتري مو من أكبر هو أكبر آرتري السبب كليفين أكبر من عنده ولكن أنه بالنهاية هذا الأرتري مهم ومهم أنه نتعرف التفاصيل كاملة عنه كاملة بما موجوده مثل ما موجوده بالمصدر التفاصيل إحنا محتاجيها كطلاب أوكي أكبر بأكبر جديد من أنه المعزworld آرتري المعزل لتعرف عليها ومزيد من أجراء على التفاصيل المحاضرات المعزل المعتمده على بعضها فضروري أنه تحضر هذه المحاضرة بتفاصيلها وتهتب بيها وضروري أنه مهما استغرق وقت تطي أنت قاعد تبني نفسك قاعد تبني معلوماتك قاعد تبني مستقبلك بالدراسة فقطي الوقت وقطي الجهد الكافي حتى تكون بالمستوى اللي تتمنى واللي تريده اسأى حتى تلاقي تابع المحاضرة مثل ما شفنا بمقدمة الفيديو أنه اليوم عدنا موضوعين فنبلش بأولهن وهو الأكزلاري أرتري كأوفرفيو عن الأكزلاري أرتري الأكزلاري أرتري بيجينز يبدأ أهلا طبعا من المحاضرة السابقة صار عدنا التصور عن الأكزلة وأنه هو بريميدال سبيس وأخذنا تفاصيل كثيرة عنه عرفنا البوردرز عرفنا البوردرز مالتا فبالنسبة للاترال بوردر أو فيرست ريب فهذا الشيء مألوف فقدنا احنا الأكزلاري أرتري يبلش بالجهة اللي تكون إلى الأكزلاري سبيس بهذا المعنى يعني إنه رح يبلش as the continuation of the subclavian artery إحنا subclavian artery أعتقد أنه فامليار المفروض أن تكون فامليار وضعه مون فامليار فابع شوية أنه رح نتعرف عليه بشكلة بريف ends of the inferior border of the tears major رح ينتهي الأكزلاري أرتري بالحدود السفلة أو الانفيريور border of the tears major وهذا الشيء احنا يعني مألوف بالنسبة لنا من المحاضرات السابقة أيضا أنه tears major بحذاتها مألوفة والانفيريور بوردر مالتها أيضا مألوفة passes رح يمر يعني رح يكون deep بما معناته posterior للبكتراز مينر يعني معناته deep للبكتراز مينر يعني البكتراز مينر رح تغطي جزء من هذا الأرتري into the arm يعني رح يمر posterior إلها ويوصل للأرم becomes رح يصبح the brachial artery when it passes the inferior border of the tears major الآن أني وضعت هذا السلايد مو لأنه أقول لكم هاي المعلومات فقط مو يعني حتى أقول لكم هاي المعلومات فقط وإنما اللي غاية من عدها الغاية الأولى أو عدة غايات الغاية الأولى أنه تعرفوا هاي المعلومات الغاية الأهم أنه أنه begins ends process becomes continuation هذا الطريقة بالتفكير بالمعلومة أن هذه رح تكون common المفروض رح تكون بالنسبة أنها common يعني رح تكون شائعة يعني أنه نحفظ طريقة بالتفكير تجاه هذا الأرتري لأنه رح نستخدمها تجاه كل الأرتري اللي رح نتعرف عليهم دائما رح نفكر بأي أرتري أنه هو مين رح يبدأ أو وين رح يبدأ بمعنى صح وين رح يبدأ فبالنسبة للأكزيلاري الأرتري رح يبدأ باللاترال بوردر هو عبارة عن continuation يعني هو استمرار لأنه إحنا نعرف أنه يبدأ من القلب وينتهي بالblood capillary وإلى آخر من هاي التفاصيل احنا عرفناها من الـ general anatomy of the cardiovascular system فهو عبارة عن continuation هو عبارة عن استمرار للسبق ليفين أرتري فهذا الشيء ضروري أنه نفهمه بعد أنتس ومو فقط للأكزيلاري أكد مو فقط للأكزيلاري أرتري لازم نفهمه عن أي أرتري طيب أنتس رح ينتهي وين المكان اللي رح ينتهي به وين حتى لأنه من بعده رح يكون إلى اسم ثاني من بعده يكون إلى اسم ثاني وقبله رح يكون إلى اسم مختلف يعني مثلا قبل lateral border of the first rift فكان اسمه subclavian artery الآن من ينتهي اللي هو رح ينتهي بال inferior border of the tears major رح يكون اسمه brachial artery بعد هاي النقطة بعد inferior border of the tears major رح يكون اسمه مختلف طيب فاسز الكورس مالتا الكورس اللي المسار مالتا بنسبة إليه مهم أنا من قاعد أدرس أنتومي الغاية الأساسية عندي شنو؟ أنه أعرف structures مو فقط أعرف أسمائهم أسماء structures بحث ذاتها مو هي الغاية الأساسية من الأناتومي ما كانت الغاية الأساسية من الأناتومي أنه ما أعرفت أسمائهم أسمائهم الغاية الأساسية الأناتومي أساسا بلش من مين؟ كفكرة يعني أنتومي مسبقة من البداية مين بلش؟ بلش على جثث جثث البني آدمين ذلك جثث البني آدمين ليش إحنا بلشنا عليهم؟ حتى من أريد نسوي نعرف إحنا مكان هذا الشريان وين؟ مكان هذا الأرتري وين؟ يعني هو نفسه؟ مكان هذا الوريد وين؟ مكان هذا النرف وين؟ حتى من إحنا نسوي incision أو من نريد نسوي أي أنه نكون واعين أنه إحنا شنو اللي قاعد نسوي؟ بهذا المعنى فالكورس ماتا يعتبر من أهم الأشياء فأني رح أجي أنه أدور على البكترالز باينر أعرف أنه هو ديب إلها بهذا المعنى فمن أعرف أنه هو ديب إلها ومن أعرف حدوده ومن أعرف كل التفاصيل هذه أعرف البوزيشن ماتا بشكل دقيق هذا الشي رح يخليني من أني أخلي هاي الستشينة ما للجراحة اللي ما أعرف بقى الصراحة شاسمها من أخليها أعرف أنه وين قاعد أخليها أعرف أنه هنا أكو آرتري لازم ما أدخل ديب كلش حتى ما نأذي الأرتري فهي هي الغاية الأساسية من الأنتومي إحنا دراستنا الأنتومي الآن حتى نفهم الجسم البشر نفهم تراكيبة وبالمستقبل وهي الغاية الأهم بالمستقبل ينفعنا وهو يكون الأداة الأساسية بالسرجري فضروري أنه نعرف الكورس ماتا وين وشون وشون هاي كل التفاصيل نعرفها بعد becomes the brachial artery رح يصبح بعد أن يتعدى الانفيرير بوردر رح يصبح رح يصبح ويكمل ويكمل و بعد رح يصبح و وهكذا بهذا المعنى فهو هذا السبب أساسا نسموه أنه أنه مستمر مستمر فلازم نعرف الـ continuation begins and passes becomes بهذا المعنى طبعا هذه الصورة إلى حد ما لطيفة عن هذا الـ artery أنه نلاحظ أنه هذا طبعا الفير سترب كي ما أعرف إذا واضح تماما نعتكم هذا هو الفير سترب أوكي نلاحظ أنه هذه اللاترال بوردر المفروض تكون هنا طبعا هذا من كل شو هضح الرسم رح نشوف بها شوية أمور أوضح هذي هنانا النهاية رح تكون يعني مننا بيجينز مننا هذا الكورس ماته نشوف أنه هو بوستيرير لو نلاحظ أنه هذه طبعا هو نحن قاعد نشوف الـ artery أنه ما نضلي ليها حتى نشوفها ولكن هذه البكتوريز ماينر يعني قاعد تلاحظون أنه هي قاعدة تمر فوقها هي انتيرير إليه والـ artery رح يكون بوستيرير إلها الكورس هذا مالتا كله يعني المفروض نحن نصر عارفين أنه هذا هو الـ axilla لأنه هذا الـ medial wall مالتا هذا الـ lateral wall الـ anterior wall طبعا جزء منها رح يكون البكتوريز ماينر فهذه التفاصيل الضروري أنه نكون عارفينها من المحاضرة السابقة طبعا هذا صورة أخرى الآن إحنا مضللين إلى حد ما أو أنه الـ scapula خاليه إلى حد ما شفاف فقاعد نشوف أنه هذا هو عبارة عن الـ axillary artery طبعا رح يبلش هذا الـ first rib هذا عبارة عن الـ clavicle هذا الـ second rib هذا الـ second rib فالمهم أنه هذا الـ first rib رح يبلش من عنده axillary artery وينتهي تقريبا تقريبا هنا تقريبا هذا مو جزء من عنده هذا profunda brachia artery من اسبانو رح يكون جزء من الـ brachia ورح يكون أحد الـ branches من brachial artery هذا رح نتعرف عليه بالمحاضرات أو بالجزء الرابع اللي هو الجزء الجاي بعد الـ axillary رح يكون عندنا الـ arm بهذا المعنى طبعا هذا هنانا الأيورتا أو الـ arch of aorta أو الـ arch of aorta ورح يطلع من عنده هذا الـ artery هذا الـ artery اللي رح يكون بعدين السبكليفين artery هذا رح يكون السبكليفين artery وبعده رح يكون axillary artery بهذا المعنى رح نشوف أيضا صورة هذه أيضا صورة تبين إلى حد ما إنه ردت أبين أواضح صراحة من عندها الـ continuation إنه شنو قصدي بالـ continuation اللحظة هنا كان subclavian الـ artery هنا كان subclavian بعدين صار axillary artery بعدها يوصل تقريبا لهنانا يصير brichial artery يوصل ينتهي لهنانا نشوف إنه رح يتفرى إلى هنا هذا طبعا radial وهذا ulnar وبعدين رح يتفرى أيضا إلى تفرؤات أخرى ولكن الرئيسية طبعا رح يكون radial و ulnar بالـ forearm فمسألة continuation مهمة أنه نعرف عن الـ artery continuation هو شنو كان و شنو رح يصير الـ continuation معناته شنو كان becomes يعني شنو اللي رح يصيره بعدين هذا الشي ضروري حتى يكون دائما احنا oriented بالمستقبل إن شاء الله صراحة أنه أفكر بعد أن أخلص الأجزاء السبعة احنا ننسى بجزء الثالث بقى أربع أجزاء بعد أن أخلص الأجزاء السبعة أنه يكون الـ arterial system والأبرلم كله أراجع أو ألخصه بمحاضرة واحدة مثلا مثلا الـ nervous system أو الـ nerves of the upper limb كلها تكون بمحاضرة واحدة فهي تجري أفكر شي أسوي ولكن مننا عند ذاك الوقت فنكون نتمدع لأنفسنا بتحديد الكورس مع كل آرتري على حده الآن الـ parts of the axillary artery The axillary artery is divided into three parts أوكي three parts by the bacterial minor أوكي إحنا سرح نستغل البacterial minor حتى نقسم the axillary artery إلى three parts The first part اللي هو رح يكون قبل هذه المصل اللي هي البacterial minor The second رح يكون وراها lies posterior to the muscle يعني The second part رح يكون خلف البacterial minor بينما The third part is after بعد خلف يعني وراها يعني هي رح تغطي يعني أنا ما رح أشوف رح أشوف The first part The second part رح يتغطي البacterial minor فغالبا ما رح أشوفها يعني إذا ما شاي الآن البacterial minor The third part رح يكون خلف رح يكون مخلف بعد البacterial minor رح نشوفها شوية بطريقة أوضح طبعا هنا هنا هذا وهذا وهذا الثالث هنا طبعا هذه العضلة هي ما صايرة بالعكسية هاي الصورة الأدق عليها ولكن هنا وضعها بهذه الطريقة حتى نحن نشوف وين هي بالضبط بهذا المعنى يعني فهذه الصورة مو غلط هم هيت متقصدين خليها هيت طيب فاللاحظ أنه رح يبلش من 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 ينتهي بالميدال بوردر الجسء الثاني رح يكون خلف بهذه الطريقة أما الجسء الثالث فرح يبلش من وينتهي بالميدال بوردر بهذا المعنى طبعا هذه بالضبط هنا رح تكون هذه المفروض هنا هذه بالضبط رح تكون هذه رح تكون من التيرز ميجر فنشوف أنه هذه هذا قصدنا بالانفيرير بوردر ما لدي هذا طبعا لا تسميه دورسي أوكي فهذه التيرز ميجر فهذه الانفيرير بوردر بهذا المعنى هذا بالضبط وهنا نقعد توضح الصورة بدون يعني بعد انفرغنا من العضلات هذه أعتقد الصورة الوحيدة اللي موجود بها التيرز ميجر فهذه الصورة اللي رح نستغلها بتحديد البداية والنهاية فالبداية والنهاية رح تكون الانفيرير بوردر اوف تيرز ميجر هذه الصورة بالأكس راي بس طبعا انه احنا نعرف انه يعني هذا طبعا هذا الشيء رح نعرفه باخر محاضر عن الجنرال انوتومي ولكن احنا خاللين طبعا مادة هنا هنا بهذا الارتري بهذا الأكسلر خاللين مادة حتى هو يكون واضح مادة انه احنا من خلي عليها الأكس راي رح تمتصها هذه المادة صراحة بالمادة كالفزيكسي مفهوم نكون عارفها واني نسيتها صراحة المادة هي شنية بس بعد رح نذكرها ان شاء الله لما ندرس جنرال انتومي اوف اوف يعني هذا الأكس راي التكنيك الاميجنك تكنيك مهم ادنى هذا الفيرست سكند والثيرد هكذا رح يبين او هذه صورة حقيقية تحت الأكس راي عن الأكسلر الان الآن الفيرست بارت الفيرست بارت الفيرست بارت او اكسلر اي ارتري سنستخدم تقريبا ويا نفس الطريقة انه بيجنز سيبدأ at the lateral border of the first rib وهذا الشيء هنا نعرفه لأنه أساسا الفيرس بارت من الأكسلار الارتري يعني معناها الأكسلار الارتري سيبدأ بالنفس المكان الذي يبدأ من الفيرس بارت فهذا الشيء واضح بالنسبة لنا and at the medial border هذا قبل دقيقة أو أقل قلتها it's enclosed in the axillary sheath has and has one branch ماشي؟ الآن الفيرس بارت عنده one branch السيكوند بارت عنده two branches الثيرد بارت عنده three branches فهذه طريقة رح تسهل علينا الحفظ فالonly just one just one branch اللي هو superior thoracic artery ننتقل للصور يكون أفضل هذه أحد أوضح الصور اللي عندي عن axillary artery وما أعتقد رح ألاقي أوضح من أدهم هذه على المصدر نتر مثل ما نشوف أنه هنا نتر موقع لهذا سير لكم دائما أنه نتر مهم لأنه لاحظ أنه موضحها بطريقة احترافية بطريقة احترافية وبالنسبة للتطبيقات لأنه تومي ما رح توضحها بهذا الطريقة الاحترافية هذه هي طريقة أن أعتبرها أكثر هذا أعتبر أهم أطلس حتى أقرب من عنده الأمور لأنه طريقته مبدعة بتصوير الأمور بتصوير structures عندي ها طبعا منها begin هذا المفروض هنا بالضبط يكون هذا طبعا هذا وهذا lateral border ومنها رح يبلش عندي الفيرس بارت لهنا رح ينتهي الفيرس بارت لأنه هذا هنا رح يكون طبعا هنا هذا هو قطعة صغيرة عبارة عن قطعة صغيرة البرانج الوحيد اللي رح يكون ببداية ببداية الأكزيلير الأرتري هو عبارة عن superior thoracic artery superior thoracic artery محتاجين أن نعرف عن superior thoracic artery is a small highly variable highly variable يعني يتغير من شخص الشخص احنا الvariation تكلمنا عنها بالجنرال أنتم قلنا أنه الvariation موجودة وتفرض وجودها بكثير من الأحيان يعني هاي الصورة اللي قاعدوا نشوفها هذه المست كون اكثر وحدة او اكثر صورة شائعة بين البشر بس من جسم ممكن تختلف ممكن أنه انت هنا الثوراسيك superior thoracic artery ما رح يكون بهذه الطريقة رح يكون طريقة مختلفة فالمهم أنه فكرة الvariation موجودة وواسعة اوكي فالسوبرير thoracic artery is a small highly variable vessel that arises just inferior to the subclavius subclavius اللي هي المصل subclavius مصل ما موجودة مو هذه subclavius subclavius يكون insertion sorry origin مالتها او proximal attachment مالتها يكون من هنا والدستل يعني المهم احد الattachment يكون هنا فبهذه الطريقة ف just inferior يعني رح يكون subclavius فرح نستخدم احنا subclavius muscle يكون تحتها مباشرة just inferior لها يعني تحتها مباشرة رح نقول على هذا الارتري انه هو superior thoracic artery رح نشوف ان شاء الله خلال الصور تكون صور اوضح تفسر هذه الحالة ولكن احنا حتى ما محتاجين يعني انه هذه الحالة احنا مجرد انه رح نعرف اه نحدد انه تجي هنا عندي آن البكتروز مينر فرح احدد انه هذا الفيرس بارت او اكزيلاري ارتري اول برانت من عنده هو super thoracic artery فما محتاج كلش subclavius ولكن في حالة يعني انه ردنا طريقة اوضح فهي تحت subclavius بباشرة يبلش هذا الارتري اللي هو thoracic super thoracic artery runs inferior medially inferior inferior يعني للأسفل medially يعني بهذه الطريقة يعني بشكل يعني مبسط انه هذا الاتجاه نسمي inferior medially posterior to the axillary vein ال axillary vein رح نشوفه بقى شوية انه رح يكون موجود تقريبا هنا axillary vein تقريبا شي شي , فرح يكون هذا posterior يعني deep رح يكون تحته يعني رح يمتد تحته بهذا المعنى ورح نشوف من نتعرف على axillary vein رح نتعرف على هذه الطريقة ونشوف يعني نشوف ان شاء الله بشكل واضح ما أدرس وكصراحة شون الموجودة عندي خلي نشوف عدنا second part of axillary artery the second part رح يكون lies posterior to the vecterals minor يعني رح يكون باشرة خلفها has two branches هنا هذا نحتاج انه نركز به أو خلي نقول بمعنى صح has two main branches أول واحد اللي هو الثراكة acromial ثراكة يعني thorax يعني صدر قفص الصدري acromial يعني من acromion acromion اللي هو جزء اللي هو أحد البروسس of the of the scapula ثراكة acromial artery هنا يعني الكلام أو الاسم مالتا جاي من جاي من اللي هو correlated الهن passes medially رح يتجه الى medial to the muscle to the muscle اللي هي المصل يعني قصدنا بها البكترالز ما ينعرف رح يكون medially to the muscle يعني رح يتجه باتجاه thorax رح نشوف هذا طبعا اكو حديث كثير عنه رح نشوفها شوية lateral thoracic artery اللي هو passes lateral to the muscle رح يكون lateral thoracic يعني رح يكون lateral لل thorax نفسه اما thoracic acromial رح يكون medial رح يتجه medial هنشوف هذا الشيء بطريقة أوضح اللاحظ انه هذا thoracic acromial artery وين هذا 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 الصغير يجي هو بالحقيقة مو هذا الصغير هو بالحقيقة هذا كله عندي thoracic acromial رح يكون حاوي على four branches يعني هو فرق هو فرق هو عبارة عن فرق من second part of axillary artery ولكن يخرج شوية يخرج من axillary artery رح يتفرع إلى أربع فرق جديدة رح يتفرع إلى أربع فرق جديدة حتى نحفظ هن نقول A B C D أوكي A B C D A اللي هو acromial branch acromial branch اللي هو هذا رح يروح للacromial رح يروح سوري للacromial فهذا ضروري أنه نعرف أنه راح للacromial بهذا المعنى راح للacromial هذا كل واصل للacromial بهذا المعنى فهذا A كA acromial كP Bectoral branch هذا هو عبارة عن Bectoral branch مالتالي ورح يكون على ما أعتقد أنه هو أكبر شيء يعني يقدر نقول أنه طبعا هو P مو B بس أنه شوري نقول نيومونك هاي يسموه نيومونك أنه هو مو B هو P تقريبا للصورة فالمهم أنه أدى هذا البكترال branch راح يكون كأنه الامتداد مع الثراكة أكرومية الارتري نفسه اللي هو المين branch بهذا المعنى بالنسبة للدلتويد branch راح يروح للدلتويد هذا هو الدلتويد branch راح يروح للدلتويد اللي هو الدلتويد مصل راح يكون بهذا الاتجاه أما بالنسبة لل clavicular branch راح يروح لل clavicle فإحنا لن يسميناهن على أساس position مالتن فراح يكون جدا سهل أنه انميز مابيناتهم لأنه أه الأساسا إحنا سميناهن على أساس position مالتن فهذا سميناه ثوراكو أكروميال لأنه العلاقة ما بين الثوركس اللي هو جزء مننا رايح للثوركس وجزء مننا رايح للأكروميال فلهذا السبب إحنا سميناه ثوراكو أكروميال آرتري كل واحد من branch's مادة سميناها على حسب المكان اللي هو قاعد يروح له فبنسبة للclavicular لأنه رايح للكلافيكال بالنسبة للدلتويد لأنه رايح للدلتويد مصل بالنسبة للبكتورال لأنه رايح للبكتورال سأعتقد يغذيهن إحنا ما نهتم يعني كل آرتري شونه يغذي لأنه ببساطة كل مصل غذيها أكثر من آرتري فمو بالشي المهم أنه نعرف كل مصل شونه يغذي هذا مو شغلنا الآن هذا شغل متقدم نتعلمه بعدين فبهذه الطريقة فإنه إحنا راح نكون familiar لأنه عارفين كل واحد وين راح يروح بهذا المعنى هذا تقريبا ثركة أرتري فور 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 برانشز اللي هو الأكروميان دولتويد بكتورال وأكلافيكيولار طبعا قالت أنه نحفظ هن A B C D هذي راح تكون نيومونيك نيومونيك شونه معناته؟ أنه طريقة سهلة علينا حوض الأناتومي A B C D يعني إحنا هسا لو نتخيل الفكرة نتخيل الموضوع أن البكتورال ستغطي كل هاي المنطقة أساساً هذه المنطقة إحنا حتى شفناها هذا الأرطر حتى شفناه إحنا أزلنا البكتورال مايجر وأزلنا البكتورال مايجر حتى قدرنا نشوف هاي المنطقة كلها البكتورال مايجر ستغطي هذا كله وهو الجزء اللي راح يكون موجود بي الثراكو أكروميو الأرتري هو الخلف الخلف بكتورالس مايجر بهذا المعنى وطبعا راح يكون هو بشكل أساسي هو إحنا البكتورالس مايجر راح تكون هنا موجودة ولكن البكتورالس مايجر راح تغطي بهذه الطريقة سوري راح تغطي بهذه الطريقة رح تيجي من نونة و رح تغطي مثلا بهذه الطريقة فاللاحظ انه مو رح تغطي كل الارتري رح يكون طبعا هي بطريقة معينة ولكن هذا الارتري رح يخرج رح يخرج عن مساره ويروح الى فرح يكون خلف الكلافيكولر هاد بهذا المعنى احنا البكتراز مينر يتغطي للمين ارتري طبعا هذي الرسم مدقيق تغطي المين المين ارتري ولكن جزمات غطيهم كلهم فكملخص طبعا اعرف انه اتكلمت كثيرا عن هذا الارتري ولكن لانه هو مهم جدا فالثاركة اكريمة الارتري هو عبارة عن هذا الارتري رح ينقسم الى اللي هو اي اكريمة الارتري اللي هو اي اكريمة على اساس البوزيشن اللي يضطي اللي هو هذا البوزيشن أوكي أو هذا عبارة عن الدلتويد هذا عبارة عن الكلافيكولر هذا عبارة عن البكتورال وهذا عبارة عن بهذا المعنى طبعا هذه الصورة ماليتها موجودة يعني خلال المحاضرة فاضطرت اسجل هذا الجزء من الفيديو على حدة أدنا طبعا مثل ما قاعد نشوف هذه هي عبارة عن البكتورالز ميجر هذا يجزء من البكتورالز ميجر هذا الكفالك آآ贠ين آآ بهذه المعنى فآآ على طبعا هذي هي البكتورالز ماينر هذه عبارة عن الفاشة. أوكي? هذا هو الكوستو الكوستو أو الكوستو كوريكويد هذا الكوستو كوريكويد آآbrahim بهذا المعنى هذا هو الكوستو كوريكويد مagn fingerprints. آآ هذا عبارة عن الليج ترح نتعرف عليه من نتعرف على الثوريكس راح نتعرف على التفاصيل اكثر عنه. الفكرة ادنى انه احنا ادنى هذا هو عبارة عن الثاروكو اي هو عبارة عن من فاحنا ادنى المعلومة يعني اللي حبيت اوصلها انه هذه الفتحة اوكي هذا الفتحة الموجودة بالاوبرتر او الاوبنينج الموجودة بالكوستاكوركويد منبرين اوكي اللي يدخل اللي يدخل من خلالها السيفالك فين الى حتى يصب يعني حتى يكون رافض حتى يصب الدم اللي هو جايبة بالاكزلاري فين وبنفس الوقت يخرج الاكزل او الذراكو اكرومي الارتري حتى يتوزع الى البرانشز مادة حتى يصر لسب ديفيجن الى البرانشز الفور ابرانشز الفور ابرانشز ملاتة بهذا البعنة فهذه كل الفكرة اللي حبيت اوصلها ما كانت موجودة فاضطررت اصورها بشكل منفرد اوكي كمل المحاضرة طبعا ادنا اللاترال اوكي اللاترال ثوراسيك ارتري رح يكون بهذه الطريقة هذا هو اللاترال ثوراسيك ارتري هذا السيكوند برانش يعني انتقلنا حتى البرانش جديد اوكي ولكن هي نفس الصورة بس هو برانش يعني اساسا نفس الصورة رح نستخدمها بكل هذا الفيديو اه هذا البرانش الثاني اللي هو اللاترال المين برانش اوكي هذا السيكوند مين برانش او السيكوند مين برانش او السيكوند مين برانش اوف ده سيكوند بارت اوف اكزلاري ارتري بهذا المعنى فهذا هو اللاترال ثوراسيك ارتري اللاترال ثوراسيك ارتري يعني يعني ممكن هذا الممكن ينشأ من مكان ثاني يعني ما ضروري يعني ممكن باتوا عقبا راح نشوف مريض او انسان راح يكون اللاتراثراثيك ارتري ينشأ مثلا من نانا ينشأ من هذا الارتري او ينشأ من مكان مختلف يعني شنو المكان المختلف مو مهم هسا ولكن مو ضروري يكون الاريجن ما التمنى انا ولكن المست كومن راح يكون من السكند بارت بهذا المعنى يعني البكترالز مينر راح تكون مغطية هذا الجزء هذا اللي هو السكند تقريبا اغلب اه فهذا راح يمتد اه يعني جسط لاترال لها اوكي جسط لاترال لالبكترالز مينر طبعا حب اشير النقطة انه اكو اه اشخاص او طلاب قالوا انحنا تقعد تستخدمه هواي الانجليزي وهو ما قعد نفهم عليك طبيع انه ما تفهم عليك لانه لازم تكون بالاول حاور الجنرال اناتومي اوكي هنا انا يعني غلب تماما اوكي واني لو بدلك ابدا ما اسويه حتى لو راح ياخذ من وقتي هذا اكثر اروح انه اول شي لجنرال اناتومي افهمه وادرسه وعارف انا اللي قاعد اتكلم ما شنو يلا اجي لهنان لانه انه انا اني مصر استخدم لك بعض لغة بسيطة هذا ادفانست اناتومي فلو استخدم لغة بسيطة راح يملون او مع انه انا قاعد استخدم لغة بسيطة قاعد اعيده هواية بس انه ما اقدر استخدم بعض ابسط من هذا فبالنسبة للانجليزي فهي هاي مشكلتك لازم تحلها والحل الانثل لها انه ترجع لمحاضرات الجنرال اناتومي وتحضرها محاضرة محاضرة ضروري حتى تقوى عندك اللغة طيب هذا اللاترال الخلصنا مننا اللاترال ثراسك ارتري نيجي هسا للثيرت بارت اوف اكزلاري ارتري الثيرت بارت اكستانت يعني راح يمتد بشكل معتاد انه هو مجرد ان يخلص الثيرت بارت راح يبلش الثيرت بارت اللي هو بنهاية الاكزلار ارتري بهذا المعنى يعني احنا قلنا الاول بارت من الاكزلار ارتري عنده جاست وان برانت السكند بارت عنده تو برانتش اه الثيرت بارت راح يكون عنده ثري برانتش The subscapular artery is the largest branch of the largest diameter وهو shortest بها ما سرح نشوفها شوي Branch of the axillary artery أيضا عندي الجزء والبرانش الثاني اللي هو برانش الثاني والثالث Anterior والposterior circumflex humeral arteries وعندي برانش الثاني وعندي برانش الثاني Arise sometimes by means of the common trunk راح نشوف هذا شو المعناته عندي طبعا هذا احنا عرفنا انه هذا الفيرس بارت حل الراجع الان توقف اذا تحبون يعني روحوا يسوفوا شي وتحالوا حتى شوية يتغيرون جو المحاضرة يعني عرف ان هذه المحاضرة استفى شوية بس انه احنا قاعدنا نتحدث عن شرعينه ودمه وبرانشزه يعني اوالا ضرورة تكون نيت يعني طيب اه ادنا هذا الفيرس بارت يعني كمراجعة بعد ان انسته رجعته اوكي رجعت ورجعته اه كمراجعة اول شي احنا ادنا هذا الفيرس بارت وقلنا انه عنده جاست وان برانش اللي هو السوبرير ثراسيك ارتري اللي هو هذا اوكي اللي هو هذا شو نحدده هو يعني قاعد نلاحظ انه هو ببداية الاكزلاري ارتري نفسه ورح يكون جاست انفيرير لي السابكليفياس مصر بعدها رح نكمل اه السكند بارت من الاكزلاري ارتري رح يكون عنده اول واحد واهم واحد بيهن كلهن ذني اساسا هو عبارة عن الثراكو اكروبيا الارتري ثراكو اكروبيا الارتري سب ديفايد رح ينقسم ايضا الى اه الى الا carromial او اكروميال برانش رح يكون عنده طبعا بكترال برانش رح يكون عنده قلافيكولور برانش رح يكون عنده دلتويد برانش بهذا المعنى ويعني بس يبدأ بلش شوية بس يتعدى الأكسللر الأرتري وبعدين يبدأ يتقسم طبعا أيضا السكند بارت من الأكسللر الأرتري يحوي على السكند برانش أو برانش ثاني اللي هو الثراكو اللاترال ثراسيك أرتري اللي هو هذا الأرتري اللي راح يكون تقريبا بنهاية أو متقريبا هو فعليا بنهاية بنهاية السكند بارت راح يمن دى لاترال ثراسيك أرتري يعني معناته لاترال للثوركس نفسه الأسماء التشريح سهل سهل جدا حفظها أنا شخصيا ابدا ما عاني ابدا ما عاني لأنه وب önemli يعني معناته مرتبط بالأكرومييل وأكروميال وأكروميال ومرتبط بالثوركس هذا لاترال ثراسيك أرتري يعني هو هذا أساسا موقع عاني الهوس لو كنت دارس الانتوبي جنرال اناتومي يزيد واحد قال لي اصف لهذا الارتري هذا شنو راح اقول له لاترال الثوريكس فصار لاترال ثوراسيك ارتري بهذا المعنى يعني لو واحد طلب مني انه اصف البوزيشن فاني يعني انا حسب الانتومي اللي يعدي من ال جنرال انه قادر على انه اصفه بهذا المعنى فحفظهن سهل جدا طبعا اخذنا احنا مراجعة خلصنا منها نرجع نكمل الثرد برانش الثرد برانش الثرد برانش راح يكون عندي بثري برانش الاول اللي هو السب اسكابولار ارتري والثاني راح يكون هذا البرانش راح يكون عنده دو برانش ايضا راح ينقسم الى دو برانش أوكي الأ البرانش الاول الثرد برانش شوية اكثر بعد نرجع نكمل اللي هو ثيرد بارت اف اكزلري ارتري رح ينقسم الى ثري مين بانشز البرانش الاول للثيرد اكزلري الثيرد بارت اف اكزلري ارتري هو عبارة عن السب اسكابيولر ارتري السب اسكابيولر ارتري هو عبارة عن السب اسكابيولر ارتري رح ينقسم الى البرانش الاول اللي هو عبارة عن السركونفلكس اسكابيولر ارتري البرانش الثاني اللي هو الثوراكو دورسل ارتري اهنانا هذا لاترال ثوراسيك اهنانا ثوراكو دورسل لانه رح يصير خلف الثوراكس بهذا المعنى رح يصير لحد ما رح يمتدي يعني خلف الثوراكس احنا الكورس مات تكاملة ميهمنا اهو رح يمتدي لهناكا بقدر من دروس الثوراكس رح نشوف لانه هنا خرجنا خرج القبرلم تقريبا فمن دروس الثورس رح نعرف مكانه وين بالضبط و الى اخره واساسا هو مكان كل برانش من ذنيه والكورس مات كل برانش من ذنيه هذا عبارة عن اكثر من اللي احنا نحتاجه فكا يعني معلومة عن السبسكابيولار ارثري The branch of the axillary artery with the greatest diameter but shortest length يعني هو لو نلاحظ حتى هسه هذا اهنا نترى مصوره بطريقة احترافية انه لو نقارن ما بين كل ذنيه كل ذنيه البرانش سوف نشوف انه هذا اذخن واحد ثخين اوكي ثخين بنفس الوقت انه قصير قصير يعني هذا يمتد بس بالنان وانتهى خلاص لهنان وانتهى طبعا هو اكيد يكمل كبرانش ولكن مقارن بالبقية فهو يعتبر قصير دفايدد انتو سير كونفلكس اسكابيولار ارثري انتو راكو دورسل ارثري رح ينقسم الى two branches هذا كمختصر عن السبسكابيولار ارثري يعني كمختصر يعني يكون تفصيل بعض هو المفروض يكون 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 تفصيل والتفصيل هو هذا احنا قدنا طبعا شفنا قبل شوية انه السبسكابيولار ارثري اوكي هو ثخين وطويل وقصير سوري ثخين وقصير انقسم الى اثنين شغلتين السير كونفلكس اسكابيولار ارثري اللي هو هذا فكرة سير كونفلكس وين من نلقاها سير كونفلكس سير كونفلكس سير كونفلكس معناته دائرة سير كونفلكس يعني رح يدور رح يلف حول فتشي معين فنلاحظ انه هو لف حول السكابيولا اساسا لو طبعا احنا ما اني ما اضرقت لهذا الشيء ولكن هذه المنطقة من السكابيولا نسميها سير كونفلكس اسكابيولار ارثري بهذا المعنى لانه هنا رح يصير عدي انستوموسيز انستوموسيز عرفناها من الجنرال اناتومي لهذا سأقولكم ارجع للجنرال اناتومي والله مهم صدقوني مهم انه شيل مصلحتكم ضيع وقت وقته هواية للاناتومي مو خسارة الاناتومي ما رح يفيدك فقط بالاناتومي رح يطيك لغة رح يطيك طريقة دقيقة بالتفكير طريقة دقيقة بالنقد النص انه قدت تنقد النص حتى تتعلم فالتعلم شيء اذا مر باصوله اذا تعاملنا باصوله رح يكون لذيذ لذيذ ما عندي احلى من هالكلمة اصفها للعلم المهم طبعا هذا هذا رح يكون طبعا هنا لو لاحظوا انه هذه عبارة عن تجمع 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 شخصيات العراق فهنا هنا تجمع شخصيات الشرايين هنا تجمع الشرايين قدنا هذا الشريان اللي هو الدورسل او الارتري دورسل اسكابيولار ارتري هذا رح يكون هذا جزء من عنده طبعا هو اساسه رح يمتدخل في هذه المصل هذه المصل الهليفيتر اسكابيولاي ورح ينزل لجوه ويكون كل هذه السمال برانشيز هذه السمال برانشيز نفسها رح يسون انستموسيز مع السيركم فلكس اسكابيولار ارتري ومع ايضا هذا اللي هو السيبر اسكابيولار ارتري اللي هو عبارة عن برانش من السبك ليفين على ما اعتقد السبك ليفين احنا نسمو شغلنا لانه يعتبر جزء من من السيرف من النك نك اوكي سيرفكال يعني يكون فمو شغلنا ولكن احنا هذا الارتري رح نتعامل وياه بعدين هذه النوتس وشون يدخل كذا رح نشوفه بعدين يعني فالسيبر اسكابيولار ارتري رح يكون برانشز عنده برانشز والمهم انه هذه هنان هذه المنطقة كملخص هذا الكلام اللي قلتها كلها مطلب انه نركز بي مجرد انه نفهم انه هنان رح يكون عندي انستموسيز او انستموسيز مع ثري ارتري واحد منهن السيركم فلكس اسكابيولار ارتري بهذا المعنى يعني فهاي الفكرة لطيف انه نعرفها ومهم انه نعرفها اصلا اه وبعدين ايضا هو السيركم فلكس اسكابيولار ارتري انه رح المفروض نكون عرفنا مسبقا انه من هنان السبيس اللي يدخل من عنده شنو اوكي هذا الشي رح نتعرفه ايضا اكثر بعدين بعد عندي شنو عندي السيكوند هس احنا عرفنا انه السيركم فلكس عرفنا انه هو احد البرانشه اوف ده سابسكابيولار ارتري الآن البرانش الثاني الى ثراكو دورسل ارتري الثراكو دورسل ارتري خلنا نترك هادا الثراكو دورسل ارتري اللي هو هادا هو عبارة عن الامتداد الاكستيند او الاكستينشن او الاكستينشن نفسه بهذا المعنى فإحنا بما معناته كملخص او كمعلومة او كطريقة جديدة لإلقاء نفس المعلومة السابسكابيولر ارتري رح يخرج مننا ينقسم الى السيركمفلكس سكابيولر ارتري وسيركمفلكس يعني رح يدور حول السكابيولر فاللاحظ انه طبعا احنا التسمية او الاناتوميست الاناتوميست يطون تسمية دقيقة ما رح يسمي لك ارتري سيركمفلكس ما رح يسمي لك اي ستركتر بالجسم بتسمية معينة الا باكنت فريدة وخاصة بي هاي المصل هنا اللي صراحة ما عرفها يشنية الانتيريار اسكالين مصل لانه بعدنا هذين مشغلنا هنا بالثاركس شغلنا هذه المصل انه هاي التسمية لهذه المصل خاصة بها بس ف constitu يعني رح يسطنع مسار دائري الى حدما ندائر بالضبط ولكن رح يسطj جزء من دائرة يعني وما راح يدور راح يلف وانما مجرد راح يلف لفة واحدة الدائرة لازمة تلف 360 فهذا راح يلف قلنا نقول 180 بهذا المعنى فرح يلف سكابيولر لانه مرتبط بالسكابيولة بس هاي كل الفكرة اما الثوراكو دورسل فلانه راح يكون ثوراكو لانه مرتبط بالثوراكس ورح يكون دورسل للثوراكس يعني راح يكون بوستيرير للثوراكس بهذا المعنى فهاي كل الفكرة عن السكابيولر ارتري اي حديث زيادة عنا راح يكون فعلا زيادة الان ننتقل للسكند برانج أوف ذا ثيرد بارت أوف اكزلاري ارتري اوكي قاعد رألت دوري بالاسماء حتى نحفظه لنكون فاملير جدا وياها انتيري يعني نكون مألوفين وياها طيب انتيري سير كونفلكس هيومر الارتري اللي هو هو هذا عبارة هو هو هذا اللي هو هو هذا اوكي هذا شنو هذا عبارة عن ارتري زين خلي نفسر الاسم اوكي خلي نفسر الاسم انتيري يعني للأمام طالما ذكرت انتيري يعني لازم اكو بوستيري اوكي او لازم اكو فاد ارتري ثاني يملك نفس الاسم بس يختلف الانتيري او يكون بوستيري ماشي فانتريير يعني امامي يعني اكو خلفي بهذا المعنى واكو في مكان ثاني مهم انتريير انتريير هذا انتريير سيركم فلكس ليس سميت سيركم فلكس يعني هذا الارتر رح يدور حول شي معين اوكي ضيب يعني مرتبط بالهيوميرس هاي كل الفكرة انتريير هذا انتريير سيركم فلكس رح يدور معناته يوميرل يعني مرتبط بالهوميرس هذا الانتريير سيركم ولكس هيمير Region الارتر ينقله بالموضوع نفس الشيء ولكن مجرد يكون بستيرير هذا البستيرير لو انتريير سيكون اول وبعدين البستيرير قبل يعني هاي النقطة لطيف انه نلاحظها فهذا الانتريير رح يكون هناك البستيرير رح يكون معاكس إلا اللي هي الأنتيريور والبستيريور يعني رح يدوء أو رح يغلفا رح يعملا دائرة يعني رح يعملا دائرة حول إحنا مسبقا تعرفنا على وعرفنا أجزاء الهيومرس وعرفنا أنه هنا هي عبارة عن فهذا الشيء هنا نعرفه مسبقا ذني رح يعملا ذني رح يدورا حول السيرجيكال نك ويعملن أنستموسينك مع بعضهم البستيرير سيركمفلكس هيمير الأرتري رح يكون أكبر من الأنتيريور سيركمفلكس هيمير الأرتري هاي معلومة مهمة ولطيفة أيضا عندي نقطة ثانية أن الأنتيريور سيركمفلكس هيمير الأرتري بسس لاترالي بسس لاترالي يعني رح يتجه هذا واضح رح يتجه هنا كل ما اتجه هنا هذا الاتجاه يعني لاترال رح يكون ديب للمسلس هنا رح يكون طبعا الهيومرس هو مو إحنا أكو واحد الهيومرس مالتهي تشيد لا طبعا أكيد لازم يلبس أساسا ماكو شخص يعني معدى عضلات لازم يلبس عضلات مصح فهنانا أكو عضلات هنا إحنا الفكرة يعني هذي ليش قاد أقول ديب تو دا مصل مصلس يعني معناته أنه رح يكون هذين التو آرتريز رح يكونن بتماس مع الهيومرس نفسه يعني ماكو فاصل ماكو عضلات تفصل ما بين هذين الأرتريز والهيومرس نفسه والعظم نفسه طيب أكسلاري نرف رح نتعرف عنا رح نتعرف عنا رح نتعرف عالية بعديا بالأبركيال بلاكسس اللي رح تكون من المحاضرة الجاي لبعدها عن الأبرلم الكواترانجولار سبايس تعرفنا عالية بالمحاضرة السابقة وأكون محاضرة خاصة إلى كانت اللي هي الانترمسكولار سبيسز تقدرون تدخلون على هذي البلايليست هذا عاني أي فيديو أي فيديو النشر لازم أخليه ببلايليست ما ينفع أن يكون هج واحدة لازم يكون ببلايليست فهذا الفيديو جزء من البلايليست وهذا رح يكون رقم 24 أوكي أعتقد الفيديو رقم 19 أو هج اشي هو كان الانترمسكولار سبيسز البوستيريير طبعا أعرفنا أنه هنا بهذه الطريقة هذا رح يمر أنه هناك سبيس سبيس ما بين العضلات انترمسكولار سبيسز يعني يكون فراغ ما بين العضلات رح يمر من عنده هذا البوستيريير سيكون فليكسي هيمير الارتيري ورح يكون يعني صديق ويا يعني يمشون سوية مع الأكزلاري نارف أوكي ويدور حوله يدور حوله طبعا لو نلاحظ أنه هذا أيضا عامل هنا مع الأكراميال برانش أوف ذي يعني هذا التفرؤ لو لاحظوا أنه متفرؤ ورايح لهنانا ومنانا متفرؤ ونازل لجوه فهو يأكو تفارعات وهو يأكو تفاصيل هذه الأشياء مو شغلنا الآن نعرفها رح نتعلمها بعدين هاي كل الأفكار اللي لازم نعرفها عن البوستيريير والانتيرير سيكون فليكسي ومر الارتري طيب هنا طبعا هذا اللي أشرت له نسيت أنه نخل هذه الصورة يعني هذا هو عبارة عن الكواترانجولار سيمر من عنده البوستيريير سيكون فليكسي همرا الأرتري وأيضا الأكزلاري نرف هذه الصورة أخرى عن الكورسز طبعا هنا هذه مو أوضح من تلك الصورة هذه رح تكون left يشك right ما عرف صراحة ليش نتر دائما يستخدم الright ما يستخدم أبدا الleft وهنا طبعا هذه الصورة من نجريز انتومي فور تييترز يستخدم الleft صراحة ما عرف ليش بس المهم انه مو مهم كلش نعرف ليش طبعا هنا الأشياء مو كلش واضحة هناك كانت أوضح ولكن احنا لو عكزنا رح نلاقي كل اللي نحتاجه مثلا انه هذا رح يكون هذا هو هذا رح يكون تحت الكلفة مباشرة يعني رح يبلش مننا طبعا الصورة يعني اعتقد الصورة مو معرف صورة بيها شوية يعني غموض بس انه اذا اريد احدد الارتري كل هن موجودات واقدر احدد هن ورح اترك هاي عليكم واساسا هن مكتوبات ولكن حاولوا انه لا تشوفون الكتابة بالاول انتوا حددوا وبادي نشوف الكتابة هذا طبعا هنا الايورتة هذا الايورتة او الارج او الارك او او وقدر يخرج هذا الارتري هن رح يكون سبو ويكمل ك axillary artery والaxillary artery ينتهي تقريبا لهن او تقريبا لهن هنا او او لهن لا متأكد بالضبط ولكن لازم يكون عضلة حتى اقدر احدد بعدها لانه هذا البروفاندا فلازم يكمل قبل ان يبدأ البروفاندا بهذا المعنى فبهذه الطريقة يكمل ك apricial artery وهذا اللي رح نتعرف من خلال صور شبيهة بهذه هذه الصورة طبعا اكيد رح نستخدمها بالبركيال artery وان شاء الله المحاضر الجاي عن الارتري رح تكون عن الجميل يقدر الجمال جملة كثيرا ما استخدمها بالتعليقات السبب انه الجميل هو اللي يقدر الجمال والجميل هو رح يقدر الجمال فاحنا شون نعرف انه الجميل هو جميل لما نعرض علي الجمال ويقدر طبعا انتو داخلين بهذه القناة وقاعد تحضرون المحاضرات وقاعد تتابعون بالمحاضرات قاعد يتقدرون الجمال الموجود بهذه القناة فانتو جميلين وحتى نجذف اكبر عدد من الجميلين اوكي يارت انو تشاركون هذه القناة حتى توصل للكل تفعلون جرس الاشعارات حتى توصل لكم بكل الاشعارات وبوقتها اه حطوا لايك بالفيديو اعتقد يستحق لايك تعبت علي هاي صراحة وتأخر يومين تأخر يوم هو بس ما عرف وكت رح يرفع يعني ما قدر ربما الانترنت فممكن يتأخر اكثر من يوم يعني هاي كله فأتمنى انو تتعبون الفيديو للنهاية واتمنى انو ما تعبتوا اذا تعبتوا اخذوا ريست ورجعوا يعني ما ضروري ابدا انتو ما ملزمين انو تحضرون المحاضرة كلها بنفس الوقت انو عادي اخذوا ريست حتى يوتيوب يعني يمساوي لكم ميزة حلوة انو من تطلع من الفيديو وتروح مثلا وترجع بعد شهر فيبقى انو مسجل انو وصل لهذه النقطة بهذا الفيديو فشي لطيف يعني بكل الاحوال انو ادك القدرة انو تكمل الفيديو اده قدرة انو توقف وبعدين ترجع تكمل الفيديو فشي لطيف يعني عادي يعني عادي هتلو انو انو الفيديو عشر ساعات عشرين ساعات عادي كمل الفيديو واتمنى انو تكملوا بتركيز انو محتاج كثير من التركيز كمل الفيديو طبعا الموضوع الثاني من الاكزلاري الاكزلاري ارتري اند فين او من الى هذه المحاضرة الموضوع الثاني لهذه المحاضرة هو الاكزلاري فين اوكي وريدي يعني كاوثر الفيو لايز انشالي انشالي معناته بالبداية انتيريو ميديال سايد او او اكزلاري ارتري هنشوفها شوية بالصور ولكن نحفظ فكرة يعني انا اللي اريد من هذه الكتابات ما اريد اكتفهم كل شي من المجرد اكتبلك لا انو اريد اكتفهم الصور بس اريد اكتفهم مثلا انتيريو ميديالي انتيريو نعرف شنو معناته انتيريو نعرف شنو معناته ميديالي اتخيلها اريدك تتصور لازم تتصور طيب للأكزلاري ارتري تصور تصورتها كان بها ما تصورتها راح نشوفها بعشوية ولكن ضروري انو تترجم النص ضروري انو تتعلم تقرأ النص حتى تعرف الترجمة اذا ظليت دائما تعتمد على شخص مثلي انو يشرح لك فانو راح تبقى دائما محتاج شخص يشرح لك او محتاج شروحات لازم انت تعود نفسك على انو تستغني عن شرح اي شخص اوكي الشون تستغني طبعا ما حد يقدر يستغني تماما حتى انا ما اقدر استغني تماما بس شوية شوية من تتعلم انو مثلا انا ما اريد واحد يشرح لي ABC ABC انا اقدر اشرح للنفس اريد واحد يشرح لل Advanced فشون انت تستغني عن ABC شوية تعرف الترجم النص مثلا Lies distally يعني رح يكون distal خلي نشوف شوية شنو يعني النص مو واضح تماما رح يفسر بالصور ولكن Lies distally on the on the on the هي رح تفسر anterior medial side of the axillary artery هل منفرود تكون واضح عندي منفرود اعرف اترجم ها with its terminal part anterior inferior to the artery رح نشوف بالضبط terminal part شنو قصد به عدنا بعد this large vein is formed by the union تكون من union يعني متكون من اتحاد من التقاء من تجمع ما عرف شو سميها بعض of the brachial veins brachial veins brachial veins يكون مع brachial artery نفسه هنا عبارة عن accompany veins يعني veins اللي تكون مصاحبة اللي تكون بنفس الشيث and the bacillac veins فرح يكون عندي brachial veins والbacillac veins at the inferior border of the tears major okay الان نقطة يعني لطيف انه نفع بها الارتري يبلش proximally وينتهي distally الفين عكسة يبلش distally وينتهي وينتهي proximally شلون نشوف طبعا هذه الصورة الان تلاحظون انه هذا شنو ذول من هذا شنو ذاك من هذا هو ذاك هذا نفس ذاك وذيتا هي نفس هاية يعني شنو يعني هذا عبارة عن axillary artery طبعا يصور بكل واضحة فعادي يعني عادي حتى لو انه ممكن شي عرفته مو مهم بس اللي رادي نعرف شنو انه هذا عبارة عن vein وهذا عبارة عن axillary vein طبعا هذا امتداد رح يكون او هو اساسا احنا ادينا منا هذا منا distally شنو قصدي انه نبلش distally الفين من يبلش نرجع للكارديو واسكولار سيستم لمحاضرات general anatomie محاضرات general anatomie حتى شرحناها بلش نقول انه عندي two system عندي arterial system وعندي venous system الارتريا سيستم يبلش من القلب ويتجه الى الاطراف الى اطراف الجسم الى اطراف الجسم يبلش من القلب ويروح distally يبلش proximally يعني بما معناته كابرلم نتحدث كابرلم نبلش احنا من proximal ننطلق من proximal proximal شنو معناتها معناتها انه النقطة اللي تكون اقرب الى origin of abrlim شنو معناتها اكو محاضرة اسمها anatomical terminology لازم تروح تحضرها حتى تفهم ماذا اقول ماذا معنات distally proximally ما ينفع اش رحلك اياها احنا لو ينفع كنت خليت الاناتومي كل الكتاب كل بمحاضرة واحدة ويكون تمام طيب اه هنا عدنا انه هو يبلش proximal يعني يبلش proximal ويروح للdistally يعني يبلش من القلب بما معناتها او يبلش خلي من هاي النقطة وينزل لجوه هذا الارتري الارتري رحيبلش proximal ويتجه distally يوصل الى خلي نقول مثلا الاصابع بالاصابع انه اكو عندي capillaries blood capillaries هي حلقة الوصل ما بين arterial system والvenous system يعني normally فالمهم بعدها انه يبلش venous system من capillaries ويتجه proximal يبلش distally ويتجه proximal يعني بما معناته الارتري يبلش من فوق وينتهي جوه الفين يبلش من جوه وينتهي فوق اهدو قول هيتش من الاول طيب قلنا هيتش بس ازما اوضح لكم بالاول انه ازما استخدم هن عموما انه بلش من جوه وصعد لفوق صعد لفوق شفنا انه هذا هو عبارة عن الفين الان بما معناته انه احنا مقسمنا الابريكيال ارتري مقسم اصور الاكزيلار ارتري مقسمنا الى first second third part اهنان ايضا الاكزيلار الافين رح انقسمه بنفس الطريقة ورح يكون ايضا هذا عبارة عن الفيرست بارت وهذا عبارة عن السيكون بارت وهذا عبارة عن الثير بارت طبعا ممكن اكو مصادر تقلب هنا تقول هذا الفيرست بارت ولكن كامور وقعدي يفسر بهذا الطريقة فنشوف انه اول شي the axillary vein has three parts which correspond to the three parts of the axillary artery corresponds يعني تطابق يعني توازي يعني بما معناته هنا first part هذا طبعا الصور شو ممكن واضحة هذي عبارة عن البكتورالز minor رح تغطي هذه الطريقة يعني معناته عندي هذا تقريبا رح يكون هو عبارة عن first part هذا هو عبارة عن first part of axillary vein لو نلاحظ انه طبعا هذه صورة كل واضحة ولطيفة تعبر عندها بها الكثير تعابير نلاحظ انه هذا هذا هنا here sorry هذا أعتقد basilla vein المهم انه البركيال veins و basilla veins طبعا هذا هو basilla veins والبركيال رح يكون ذني بهذه الطريقة و يجتمع حتى يكون axilla axillary vein فنلاحظ انه هذا axillary vein كل ما اتجاه كل ما اتجاه approximately سيزداد سمكة هاي نقطة النقطة الثانية نلاحظ انه البرانش مات اكثر بكثير من الارتري هاي نقطة ايضا مهمة anastomosing هو يكون anastomosing ما بين الفين وال الفين ما بين الفين بين بعض هان هو anastomosis هاي نقطة لطيفة axillary first part ends at the lateral border of the first rib where it becomes the subclavian vein اللحظ هنا الفير part هذا التأكيد لكلامي انه هذا هو الفير part الفير part رح ينتهي بأي صيغة رح ينتهي ويكون كcontinuation يعني يكون السبك ليفين vein هو عبارة عن continuation of axillary artery نقطة اخرى انا ما نسيتها بس قعد اتحدث عن axillary artery ورح اقولها بعد هاي الفقرة the veins of the axilla are more abundant than the arteries are highly variable and frequently anastomose anastomose كهي معلومة اساسا احنا اخذناها من general anatomy انه variations الموجودة بال veins عالية اكثر variation موجود بالجسم هو بال veins واقل variation موجود بالجسم هو بال nerves اوكي بهذا المعنى الآن النقطة اللي قيلت عليها وانه انا مناس رح اذكر ها بعض شوية مكان relative position relative position هو عبارة عن شنو عبارة عن موقع structure بالجسم بالنسبة structure ثاني طبعا لو نلاحظ انه هذا هو عبارة عن cephalic vein اوكي هذا هو عبارة cephalic vein وي يصب ولاحظ انه اساسا حتى من يصب من قسم الى 2 ولكن يصب هنا بال axillary vein الآن لو ردت اصف relative position لل cephalic vein فرح اقول انه عبارة عن شنو هذه طبعا عبارة عن biceps فرح اقول انه lateral لل biceps هاي فكرة انه lateral لل biceps يعني معنات انا وصفت ك relative position relative اقول هو anterior او anterior lateral هو عبارة عن anterior lateral anterior يعني للامام يعني جاي هو باتجاهك اوكي انت سم قاعد تشوف الشاشة هو جاي باتجاهك lateral يعني معنات الهنك علما لمثلا خلنا نقول عبارة او sorry anterior lateral ل brachial artery نفسه brachial artery سيكون deep الى فرح اقول انه عبارة عن anterior lateral مثلا يعني هو بتاتجاه يعني تخيل اللاترال هو بهذا الاتجاه هذا هو اللاترال والانتيرير هو بهذا الاتجاه لو كان عندي 3D كنت وضحت اكثر الانتيرير الانتيرير الاترال رح يكون بالنص طريق وسط ما بيناتهم مثلا انه الشمال والغرب الشمال والغرب من اقول الشمالي غربي يعني بالنص ما بين الشمال والغرب اكو طريق وسط ما بيناتهم اسمي الشمالي الغربي بهذا المعنى هاي نقطة فاحنا هنانا نقول هذا البركيال ارتري سوري هذا الاخزلاري ارتري الاخزلاري اللي هو عبارة عن الكنتينواشن اوف سبكليفين وبعدين رح يصير بركيال ارتري طيب الاخزلاري ارتري هذا ما كان الاخزلاري فين رح هيكون anterior medially اكي anterior medially anterior هذا اتجاه anterior يعني عليك medially يعني باتجاه القلب خلنا نقول اكي باتجاه القلب او باتجاه الهناك بس احنا من نقول anterior medially لازم نقول بالنسبة شنو ما اقدر اقول انه الارم هي medial بس يش اقول انه الارم او ايدك هي عبارة عن medial ilman medial ilman احنا من اسمها اساسا احنا مناخذنان بالanatomical terminology قلناها انه الارم positions او relative terms انه بالنسبة شنو اوكي انت قاعد تقول انه الارم ثاني من اريد اصف مكان جزء معين لازم اصف بالنسبة جزء ثاني اوكي فانقول انه احنا هنا هذا هو عبارة عن مثلا lateral lateral posterior lateral posterior lateral posterior posterior ilman بالمقابل اني لما ادي اقول انه هذا عبارة عن anterior medial anterior medial ل axillary artery نفسه اللي ما قاعد يفهم على هذه اللهجة فالوسيلة الافضل اكو اشخاص هاي هاي الامور لازم صراحة تكون بايست لازم كل على نروفها اكو اشخاص يفهمون من واحد يشرح لهم اكو اشخاص ما يفهمون الا هما يقرون انا واحد من ذول الاشخاص انه لو تشرح لي اركز وياك واخذ معلومات من عندك بس رح احط براسي انه ارجع اقرأ بالبيت يلا اقدر استوعب تماما بهذا المعنى فاني مثلا شخصيا انه احب اقرأ حتى افهم انت مثلا ممكن تكون مثلي انه لازم تقرأ حتى تفهم ففسر ذني هذا النص فسر وفسر اللي قبل استخدم يا اخي كلغز انا معقول ما تحب الالغاز استخدم كلغز وفهم من عندك لغز فهذا كان اكثر شي احنا محتاج ننتقل للصورة اخرى يعني صراحة تنديج الصورة بس مو اكثر نفس الصورة ادنى هذا المهم انه عندي الاكزلاري طبعا اعتقد هذه لا سمس دورسي اه لا سمس دورسي مو غير فالمهم ادنى يبلش طبعا هنان مو كل شي واضح فالمهم اه هدانا عدنا هذا عبارة عن الاكزلاري فين الاكزلاري فين هذا رح اسمي هو هذا دستل بارت مالتا ولكن انشيالي يعني هو رح يبلش من نانا بس انا اقول الفيرس بارت مالتا من نانا يعني هلازم افهمها انه من اقول وهو نفس بنفس المكان الموجود بالفيرس فيتhwa اسمي كبداية كبداية من يبلش من سوري من يبلش الاكزلاري فين يبلش وينتهي هاي النقطة خلاص اكثر من هذا يبقى فترة اه هذه صورة ايضا لطيفة نشوف انه الاكزلاري ارتري وفين مجموعات مع بعض هان وقاعد يمشن بمسار طبعا هنا يكون بنفس الشيث ويلعبها الارتري اوكي يلعبها صح ويتجه الى الاسفل يعني هو يتجه من الديستالي يرد نظيره من الفين باتجاه الديستالي ويتجه يعني يبدي من الديستالي وينتهي الى البيروكسيمال اه ويبلغ يعني يكمل بي البيروكسيمال ويسجل هدف بانه يصبح سبكلافين فين انفع مع اللقمول او لا طيب اه هذه الصورة اتوضح الكثير نلاحظ انه هنا كل ما انتجهنا للاسفل يصير هذا الاكزلاري فين يصير ميديال اوكي يصير ميديال للاكزلاري ارتري بينما من نتجه الى الاعلى نلاحظ انه هو يصير انتيريو انتيريو ميديال اوكي فبهذا المعنى يعني لانه انتجاهن رح يتغير فلازم هذه الامور رح نقعد مفسرها ونفكر بيها على فكرة انه بالمستقبل ان شاء الله بس اخلص الجنرال اناتومي حكون اكو امتحان امتحان شون يعني امتحان اسوي ما اعرف صراحة شون رح اسوي بس هو لازم اسوي امتحان على الجنرال اناتومي فرح يكون اتكون امتحان استزيز الاف رح سوي امتحان اوكي اه حتى يعني نقدر نفهم اكثر بالامتحان رح حط التفاصيل اكثر حتى نكون اكثر الاناتومي لغة الاناتومي مو سهلة بس اللي تعلمها رح تصار جدا سهلة ولغة لطيفة دقيقة احلى شي بها الدقة رح تكون اكو امتحانات حتى تحل كثير من المشاكل اه هذا كفيناس سيستم الموجود بالابرلم فيناس سيستم اوف ابرلم اه مثل ما قاعد نشوف انه هذا الشي يوضح الكثير اه طبعا البرانشز اوف اه اكزلاري فين اه تقريبا هنا نفس البرانشز اوف اكزلاري ارتري اعني تقريبا الهن احيانا النفس التسمية الطوهن احنا مو مهم ما سنعرفها مثلا هذا السير كونفلكس رح يكون اكيد نفسه اسمه سير كونفلكس اه هيوميرال فين اوكي لانه اساسها رح تكون الافينز تكون مع الارتريز بنفس الشيث هذا الشي تحدثنا عنها بالجنيرال اناتومي اه بعد نقطة لطيفة انه اساسا يعني احنا الافين ما نسمي هنا برانش اوكي يعني هذا انا ما رح اسمي برانش بشكل اساسي التسمية اللطيفة اللي تكون الى وعبارة عن اه تربيوتري تربيوتري يعني معناتها رافد اوكي رافد تربيوتري لالفين يعني رافد للفين لانه احنا اتجاه الفين قاعد يتجه بهذا النقطة اوكي بهذه بهذا الاتجاه فالذني الفينز اه البرانش از دني او قاعد يعني قاعد يزودن الفين الاساسي نفسه بكمية اكبر من الدم فغلط انه نسميهن اه غلط انه نسميهن او مو غلط بمعنى غلط ولكن اه انه حتى تكون دقيقة اكثر وحتى تكون تعبر عنا اكثر انقول عنا تربيوتري اوكي بدل ان نكون برانش الهنانا اوصلنا الى نهاية الفيديو اه اتمنى اكون ما تعابتكم حتى لذا تعابتكم فتستاهلون لانه تلازم تتعلمون حتاج شوية حتاج انه نقصي على نفسنا حتى نتعلم يعني الحياة اه هاي النقطة النقطة الاخرى بنهاية هذا الفيديو الكلمة المعتادة لكل اليوتيوبرز انه شير لايك سبسكرايب جرس الشعرات داني كل المفاهيم اه يعني مرح تطلع من هذا الفيديو رح ترقى اكو يتشي فتشي صار مثل التاب اوكي اكو بي اه لايك خلي لايك اكو كومنت اذا ما عجبك فتشي معين بهذا الفيديو عدك فترائي معين اترد الطرحة فساعدني بي يعني استقبل اراءكم واستقبل تعليقاتكم اتهمني تعليقاتكم حتى السلبية منها استقبلها اه بقى شنم اتكم شير انه تقدر تروح اتشارك الفيديو هذا شاركه شاركه مع اصدقائك اه سوي له شير وانسخ الرابط اه اه نشرع على صفحة الفيس بوك ماتك اه نشرع على انستجرام نشرع القناة على كثيرا انه انا كاعد اقدم لك مساعدة وهذا الشي لطيف مني فخلي ايضا يكون لطيف من عندك انه تشارك الفيديو سوي اه جميل اوكي سوي الجميل للناس الجميلين حتى يجون الجميلين شوفوناها القناة انصر عبارة عن تجمع جميلين الطب مو بس الطب العلم نلتقي بفيديو اخر